السلام عليكم ورحمة الله عزائي طالبات وطالبات الصف الحادي عشر اليوم مع حل نموذج آخر لاختبار قصير وزي ما تكلمنا المال الفاتحة على الدرجات الفيديو موجود للي ما شفش الفيديو الأول عندنا هنا الاختبار بيكون من 80 درجة مقسم إلى 3 أسئلة السؤال الأول بيكون المفردات والكلمات وبيكون عليه درجتين والسؤال بيكون أربع جمل عليهم أربع خيارات والسؤال الثاني بيكون القواعد بيكون عليه أربع جمل علي درجتين يبقى كده عندنا أربع درجات والسؤال الثالث بيكون هو سؤال التعبير وبيكون عليه أربع درجات مقسمين إلى outline أو مخطط عليه نصف ثم الموضوع بيكون عليه ثلاث درجات ونصف يعني أربع درجات التوتل لدينا بيكون ثمان درجات من الأعمال حاليا نبدأ الحل الاختبار على طول ونشوف أول سؤال وهو سؤال الvocabulary يقول number one trees provide الأشجار بتوفلنا وتمدنا بأن شيد شيد اللي هو الظل along the street so trees provide chain canopy bagpipe or festivity عندنا الإجابة هتكون هنا إيه اللي بوفى الظل very good canopy وهي المظلة أو الغطاء number two all pupils كل التلميذ أو الطلاب should school activities where school activities اللي هي أنشطة المدرسة dessert wind up take part in launch عندنا dessert بمعنى يهجر أو يترك wind up معنى يشغل الجهاز بالزمبرق أو يملأ وي take part in يشايك وي launch بمعنى يطلق أو يبدأ حملة أو مشهور so the answer is very good take part in يعني على الكل أن يشايك في الأطشط number three it's a idea عزين نوصف الايديا اللي هي الفكرة to live on the moon نحن ننسكن أو نعيش على القمر isn't it it's a fanciful idea wary formal multitude عندنا multitude بمعنى كثرة أو حشد عندنا كلمة formal بمعنى رسمي عندنا كلمة wary وهي صفة بمعنى مرهق أو متعب وعندنا fanciful بمعنى خيالي أو غير قيب الإقابة هتكون very good a fanciful it's a fanciful idea and number four the group of the aborigines والابorigines زي ما درسنا هي السكان الأصليين لأستراليا is from australia هل هي originally or traditionally or formally or cordially cordially معنى بشكل ودي formally رسميا traditionally بشكل تقليدي or originally معنى في الأصل أو أساسا هتكون الإجابة هي excellent هتكون الإجابة هي originally أوكي في هذا السؤال طبعا أو أي سؤال اختيائي ما تحطوش إجابتين وإلا هتعتبر الإجابة خاطئة تماما لكن لو حبينا لغير إجابة بنعمل علامة جنب الإجابة الخطأ نشكب عليها علامة x مثلا ونعمل نميز الإجابة اللي احنا اخترناها في النهاية نوحل سؤال وبيقول do as shown in brackets ما بين الأقواس يعني شوف المطلوب بين الأقواس ونفذ هذا الشيء أول واحد بيقول ask a question هنا عايزين سؤال يسأل سؤال وبيقول سمير can speak five languages سمير can speak five languages عندي هنا عدد وعندي شخص فممكن نسأل عن أي حاجة نسأل عن عدد هنا how many كم للعدد طيب بعد how many إيه اللي بيييجي في تركيب السؤال how many how many بييجي اسم جمع يعني languages هنا صح يبقى الإجابة c مش معانا how many can ما تنفعش يبقى إما a أو b how many languages تمام بعد how many languages اللي هي الأداة والإسم المصاحب لها بييجي الفعل المساعد أو helping verb إيه الفعل المساعد هنا can يبقى الإجابة هتكون very good بي how many languages can ثم الفعل سمير ثم الفعل الأصلي speak يبقى how many languages can سمير speak السؤال الثاني number two emily was able to travel emily was able to travel بيقول اللي make negative ويه negative يعني نفي هننفي طيب هنا الفعل إيه هو المساعد اللي بيونفع was يبقى was not able emily was not able to travel abroad emily was able not دي خطأ emily not was able خطأ تبقى الإجابة أحسنتم تبقى was not able to travel abroad number three the dangerous thief had escaped اللص الخطيئ danger thief had escaped هنا عندي past perfect الماضي التام وبعدين the police arrived الشرطة وصلت نلاحظ زي ما قلنا في درس past simple and past perfect الماضي التام والماضي البسيط أن past perfect هو الحدث اللي بيحصل الأول وال past simple هو الحدث اللي بيحصل بعد ذلك فعندي هنا كلمة before بيقول استخدم before وكلمة before معناها قبل طيب يبقى before قعدتها إيه نفتك كده شباب إن بعد before بييجي ال very good past simple يبقى أنا محتاج إن before تيجي مع الجملة اللي فيها number two اللي هي the police يعني مفور تبقى before the police arrived ثم تأتي الجملة التانية يبقى before the dangerous thief had escaped هنا ماضي تام خطأ طبعا مش عايزين إجابة the police arrived before the dangerous thief had escaped هنا نفس الخطأ وهو had escaped past perfect before the police arrived هنا past simple the dangerous thief had escaped بيبقى هي اللي جابة الصحيحة نوح لي السؤال رقم 4 بيقول merit has never seen such a beautiful bird before بيقول يبدأ بكلمة never begin with يعني ابدأ ب استخدام وهنا بيقول ابدأ بكلمة never وكلمة never هي نفي وهنا هنعمل ايه هنعمل عملية الـ inversion او ان احنا نعكس تأتيب الجملة تصبح كأنها never أداة استفهام فهنا عندي merit number one خلينا نرقبهم كده مع بعض وبعدين هذا اللي هو الفعل المساعد وبعدين never three اما نيجي نحل هذه الجملة هنمشي عكس هنمشي three to one يبقى never had merit seen اوكي يبقى هنا never has merit الاجابة هتكون see never has merit seen such a beautiful bird before اوكي يبقى هي merit has never هنا طبعا had لا تصلح لأن هنا غياءة الزمن waited هنا لا تصلح غياءة الزمن هاشتغع نفس الزمن ولكن هي اعادة تأتيب يعني مش اكتر فلان ابتدينا بكلمة never وهي كلمة نفي يبقى merit has never never has merit اظن كده بقت سهل نورح بعد كده للسؤال number three التالت وهو writing او موضوع التعبير زي ما قلت عليه اربعة دقات بيقول هنا اي يا شباب festivals اللي هي المهاجنات زي ما درسنا في اليونت الاول are of great importance يبقى انا هنا هتكلم عن المهاجنات والمهاجان اي مهاجان نكتب عنه لكن الاسهل خلينا نتكلم عن هالا february وهتلاقوا ده في مذكرة التعبير الخاصة بالقصير festivals are of great importance plan يبقى فيه مخطط and write وهنكتب a paragraph يعني كل المطلوب مني هكتب فقعة واحدة فقط كام جملة of not less than six sentences يعني ستة جمل هعمل ايه في ستة جمل او في الفقعة describing هاوصف هننساش ان احنا شغلين على descriptive او الوصف a festival you have recently attended يعني هتوصف مهاجان اوكي اا قلنا بلكده اني لو ما عنديش جملة افتتاحية ممكن ابدأ بالجملة اللي موجودة عندي لو عندي جملة يبقى جميل جدا يبقى انا محتاج جملة في الفتاح محتاج بعض التفاصيل محتاج اخر حاجة الجملة الختامية ما ننساش هي فقعة واحدة مش اربع فقرات زي الامتحان الفاينل فهنا الـ outline ممكن نكتبه ازاي زي ما احنا شايفين كده نكتب بنقول اول اول واحدة every country مثلا has its own festivals لو حد طبعا كتب festivals are of great importance to every country جميل جدا نفس الشيء بعض التفاصيل هي unforgettable events زي ما احنا شايفين فراجمت مش جملة كاملة marching on the gulf street close with the flag of koweit sang patriotic songs took part in many activities big discounts والأفكار هنحولها إلى جملة الحال الجملة الختمية بتاعتي هي شعور عن المهاجان أو المناسبة العائلية أو المكان اللي أنا بوصفه حسب الثلاثة وحدات i really enjoyed the atmosphere of festivity اوكي ايبقى انا هنا تمتعت بالجو العام وممكن اقولها اننا بستمتع بشكل عام نكتب بقى الموضوع هناخد اول جملة عملناها اللي هي هنا وهننسخها مرة تانية في بداية الموضوع لازم تكون مطابقة هي نفس الجملة واخر جملة هي هتكون اخر جملة بقى الموضوع لاما هامل اللي خدناها بقى الموضوع هنعمل الجمل اللي خدناها فوق ونحولها الى جمل الافكار تتذكر الناس بثقافاتهم وتعاثهم وهنا أبدأ المهاجة اللي أخترته وهو حالة فبوري فستفال is my best one in Kuwait أبدأ وصف هنا حط الزمن اللحظات فيه هو فبراير الماضي I felt more than happy to attend its unforgettable events أحداث لا تنسى I went marching زي ما حتى شايفين كده marching in the gulf street اهي كده دي العبارات اللي احنا بناخدها with my friends many people طبعا لو قلنا الاشخاص بنوصف كل حاجة كأن عايز أصور الموقف للشخص بحضاش بهيس انه يقدر يتابع معايا إلا أنا التجربة اللي عشتها many people were dressed in clothes with the flag of Kuwait on them على ال clothes يبقى هنا يبقى هنا خلصنا موضوع التعبير وهيبقى بهذا الشكل النهائي يعني مختصر جدا الفقرة اللي احنا كتبنها بنبدأ نقدم فيها الفقرة ثم نبدأ في الوصف بتحديد الزمان والمكان والفعاليات اللي حصلت أو الأحداث والشعور والأشخاص المشاركين ده كده عليه كام عليه أربع درجات سؤال القواعد زي ما قلنا عليه اثنين وسؤال كلمات عليه اثنين بكده نكون خلصنا داس اليوم اللي عنده أي سؤال أو تعليق يكتبوا في التعليقات يعيدة اللي لسه ما اشتركش بالحد دلوقتي بالقناة يشترك ويفعل جرس تنبيه اشترك نتابع الجديد بأول بأول ويشارع الفيديو وبالتوفيق للجميع إن شاء الله وإلى اللقاء في دروس قادمة والسلام عليكم ورحمة الله